أم خول من الجزائر تقول هل يجوز عطية أو هدية غالية الثمن لأحد أبنائي فقط دون غيره لأنه بار بي أم خول من الجزائر بارك الله فيك وأصلح الله لك جميع الأولاد أخت الفاضلة الجواب لا يجوز الجواب لا يجوز لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم جاء هو رجل اسمه بشير بن سعد الأنصاري بشير بن سعد الأنصاري ومعه ابنه النعمان الصحابة الجليل الذي له روايات الذي روى أحاديث عن النبي عليه الصلاة والسلام بشير وهب ابنه النعمان هبة أعطاه هدية عطية أو هبة على ما من حيث العموم فأتى النبي عليه الصلاة والسلام قال يا رسول الله إني نحلت ابني هذا نحل يعني هبة فقال وإني أريدك أن تشهد عليه فقال له النبي عليه الصلاة والسلام ألك أولاد غيره؟ قال نعم يا رسول الله أكيد بشير ما أعطى النعمان إلا لأنه أكثر أولادة بر به أكثر أولادة بر به مثل حالتك يوم خوله فقال النبي عليه الصلاة والسلام ألك أولاد غيره؟ قال نعم يا رسول الله قال أكلهم أعطيتهم؟ قال لا يا رسول الله قال اتقوا الله و اعدلوا بين أولادك اتقوا الله و اعدلوا بين أولادك ثم غضب النفس قال أشهد على هذا غيري ولا يقصد أنه سلم أن أحد يشهد بدل النبي عليه الصلاة والنما هذه عقوبة كيف أنا أترك شهادة النبي و أذهب إلى شهادة غيري؟ هذا من باب الزجر فيأخذ الفاضل أبارك ابنك هذا أجره على الله و إعطائك هدية له خاصة دون إخواني فيها مفسدتان المفسد الأولى سيتحرك عرق الحسد في نفوس إخواني لا تقول لي ما يعلمون لا سيعلمون و سيصلهم الخبر و سيرون هذا و إذا نبض عرق الحسد في نفوسي و صدور إخواني في صدور إخوانه ستكون النهايات أليمة و ستتمنين أنك ما أعطيتي هذا الابن هذا طبعا غير الأمر الشرعي اتقوا الله و اعدلوا بين أولادكم أنا قاعد الآن أقول لك العلة و السبب الأمر الثاني أنت بهذه الطريقة قد تفسدين نية الولد هذا ابنك البار هذا هو يريد الأجر من الله عز وجل فإذا أعطيته الآن ثم استمر بالبر و ما أعطيته بعدين شيء فسدت نيته أصبح الآن قلبه يلتفت إلى هذه الهدايا فتركيه على ما هو عليه و قولي له أجرك على الله هو بالنسبة لابنك البار هذا يقدم شيء مجاني و إلا واجب واجب يجب عليه فرض عليه فرض أنه يكون بار بك و من فضل الله عليه أنه أكثر إخوانه برّا بك هذا فضل من الله عليه فلا تفسدين نية و لا تجعلين عرق الحسد و الحقد ينبض في صدور إخوانه هذا الذي أنصحك فيه بارك الله فيك و رضي عنك شكرا